اشتركوا في القناة 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 فقط وكني تضع على قريبك في مصارب الهاتف سيزاره من تنزيده يجب أن يتزاره من خطأ من الخطأ فإذا كنت أريد ان أتدان في مباشرة على علامك.. فإن تحتاج إلى تنزيله وإن تحتاج إلى المساعده سيد أما أيضا رسول الله وآهما وظيفة جميعاً أتفاقه عندما يكون جميعاً لديها من شخص يستمرنا في أجلال لأسهلهم منية جميعاني تحتية ذلك باردن umي والليهم لا يوجد ذلك م Sriكاً لديهم زمنونوني ويستمر بيشانة قليلاً الولدين يحتاجها مجدوعة جميعاً كلما يشفقنا ويشفقنا وبعض المحال في بعض الأحيال في أجلال فيها دوروز we get reminded of our main responsibility and when we get reminded of that main responsibility, it depends how long will this lesson or this wakeful state stay with us, possibly half an hour after the talk, and then it dies out and we go back one of the Sahaba I'm sure you must have heard this story his name is Hangala ibn Abi Amr حمد بن أبي عمر كان ذلك كان مع أجل وكان يتكلم انتظروا وعندما عندما نتحدث مع نبي صلى الله عليه وسلم وعندما يتكلم معنا وعندما نحن نحن في محطة جدا وعندما نرى جنة في المرأة ولكن بعد ذلك نذهب ونحن نتعلم لذلك نتعلم أقول لن أقل أن أعباد من أقل لأن إيضاية هذا النظام أنني ليس كرد خبتين الإجراء والساعدة ليس كرد خبتين أنني ليس كرد خبتين لن أقل أن أعباد من أقل فإن كانت هذه及بت لكن سيكون دائما فإن لأجل معنا ساعدة ولكن الأصدق أنه لا تكون دائما سيكون دائما لا يوجد مختلفة ما هي المختلفة بين أحب و الإنفاتيات؟ أولا هي فقط حباظر إنه تمامي، إنه ترانسي أولا هي ترانسي إذا كنت تسأل شخص من أحب 40 عام أسأل شخص ما يجب أن يتبعون أحب ولكن عندما يأتي إلى أحب ويقول نحن 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 لا تسأل شخص منها كنت تسمى جميعاً إن صار ويقول ويقول انه لا ترانسي بينما تصبح متحاة عندما يتصبح لانا حقاً يجب أن لا يقضى وعندما يتم ايضاً لذلك إنه إنخاذ سيتم أنت حقاً إن بعض الشخص إذا كنت هم للغة في قسم الله كما تعلمت الأمر كان دائما الفكر كانت دائما فكر متواصل الاحزان كانت دائما كانت دائما حتى في حقوقاته لماذا؟ كانت دائما الفكر حموظ الله قال لن يكون بحقًا لذا فإنه انتهى إلى المدين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي طريقه أبو بقر قال أين أنت تذهب؟ قال أعتقد أنني محبوظة لذا سأذهب إلى المدينة لتعلمه الحقيقة قال ما هذا؟ قال عندما نحن مع المدينة وقالنا نحن إلى مدينة مثل كما تعلمت إلى المدينة اخصد وقالنا ثم هناك وربما ثم حالة رمضان أبو أرمضان لا أتفكر أيًا حيات تبدو ويقى عمع شيء حقًا كانت يمنا تعلمت إنه فقط يتبع لك في وقت قريبًا هذا يسمى ما؟ همم مبوستر هذا همم مبوستر مبوستر لكن لماذا همم موتنا؟ لأننا لم نفعل ذلك لم نفعل ذلك لم نفعل ذلك و لم نفعل ذلك و لم نفعل ذلك كما انتبه وقمت بالنسبة لهم وعندما أنهم حمضة بن عمر و سيدنا أبو بكر وقمت بالنسبة لهم قالوا أنهم يتحقون الأشياء وعندما أصدقوا الناس وقمت بالنسبة لهم إذا كنت تتعلم في حياتي وعندما أصدقوا أنك سيكون قد مبوستر فإنهم سيكون قد يتحقق لك هذا يسهل لك كبير بطريقة صحية لأنها مستقبلة للشخص لماذا ؟ لأنها تضغطك تضغطك على الناس إذا أضغطك على الناس إذا أعطى أحدهم فأحدهم يسهل لذكر إذا أعطى أحدهم فأحدهم يسهل لذكرها أحدهم أحدهم الخصائص أحدهم الذي يسمي الله هو أنه يقوم بالتأكيد هل تعلم هذا قبل؟ طيب فقط أعلم هذا إذا كنت تقول الله 5,000 مرة وكذلك تكون قوة سيكون قوة فقط عندما تكون في مكانك لذلك يجب أن تحقق ذلك بأن تحقق صلوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحقق معهم واحد مثل الهاتف والأحد مثل الهاتف لذلك يقولوا لا تقول الله كثيرا إذا كنت تحققك فهذا يتحققك ما هي الشيخ؟ إنها حقاً أصدقائك أصدقائك قال أريد أن تحققني أريد أن تحقق ذكري أريد أن تحقق ذكري والشيخ قال هذا ليس لك أريد أن تحقق ذكري الشيخ قال وقال هذا ما يفعله فأخذ هذا وأيضا وبدأ ذلك وأن هذا دكر تقدم بعض الناس كما تبدأ بالمعضي وبدأ من الأشيخ وبدأ في رأيك وبدأ الهدف إلى الشيخ وبدأ بقى ومنه الناس ولم يسأل المهلاب وقد قال المنطقة في ما تنقل ولم يستطيع أن يأخذ الأشيك لا تتعلم الاتصال والله تعالى لا تتعلم لأسكتر مثل شخص لديه لديه تلك المقبضة في اليوم ويريد أن يتبه أحد أخي كان يقول لني طارق ما أسأل عندما تستخدم كل ذلك لفعل ذكر قالت تاريك توقفًا توقفًا تاريك تاريك تعمل في نفس المنزل تتعامل لديها شيخ لا يملكي أنا أمام يجب أن تحصل على مدفع بلوكي فإن شيطان ستحصل على مدفع بلوكي لذلك أنا لديك عمل أخرى. عندما لديك عمل أخرى ، سأعطيك كثير من ذكر. لا تقلق. لقد قلت أنه يساعد. عندما لديك الكثير من المال يأتي ، ثم تفعل ذكر. عندما لديك الكثير من المال يأتي ، تفعل ذكر. الله سبحانه وتعالى بانسى ألف من الناس. لذلك ، ما سبق أن نساء أخرى من هذا. لا تستطيع أن تقول أنني سأرم أخرى ، وإنك أنك في العمل أخرى. لا تستطيع أن تقول أنني سأرم أخرى ، وإنك في العمل أخرى. إذا لم تقلق أخرى ، فإنك في العمل أخرى ، يتطلب أخرى. لذا تم ت乘ير ما ستعلم عليك فهذا يجب أن تغرير أن تغيبًا إذا؟ ل propre جسم الإعجام لقد لا يمكن Dipit كان تبع للتع組ف تغيب البيت تجب أن تبع مالذي ما كهبت اللاهة إبن عمر رضي الله عنه كان يتعلم مع ذلك قال أعرف كل مكان يتعلم كيف يتعلم كيف يتعلم كيف يتعلم كيف يتعلم كيف يتعلم كيف يتعلم سيد عبد الحيل كتاني سيد عبد الحيل كتاني ومنعهم ويألهم هذاito محضر حسكي هناك محدث محمد الله سيد عبد الحي قال الصحابة كانت كثيراً على البيت أنهم قالوا كثيراً عبدي هذا ما يزال وليس يزال وليس يفعل هذا عنه أنهم كانوا يتبعون عنه أنهم كانوا يتبعون عنه أنهم قالوا أنهم قالوا عندما يخلقه تبدو ثنايا ثنايا ثناياة تكون مباشرة حتى بدت نواجده حتى بدت أنيابه في اختبار ممكن حينما قالوا كانت كبير كبير جدا كانت كبير جدا كانت كبير جدا كانت تكون مباشرة هذا هو مباشرة لماذا؟ they involved this umtiwa they entered into the hall of the Prophet they had this umtiwa they had this assimilation into the صلى الله عليه وسلم that all your movements and all your still moments are imitation and emulation of the صالحين whose movements are emulation of their teachers and whose teachers their movements are emulation of somebody else and this is how we say the حال, the state of a person, of a student is connected to the Prophet صلى الله عليه وسلم you have not seen the Prophet صلى الله عليه وسلم but I have seen someone who has 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 seen someone see the Prophet صلى الله عليه وسلم how do we learn Quran how do we know that this is recited in this way by seeing someone reciting it in front of me how do we learn wudu Sayyidina Jibreel did his wudu and the Prophet صلى الله عليه وسلم learned from him how to do it and then he did his wudu and Sayyidina Abu Bakr learned from him and then he did wudu and the people after it's like that and then our teachers do wudu and we watch them this is how they do it there are certain things that we have not read in books seriously we have not read we didn't find these things in books but my teacher taught it to me like this this is how you were taught certain things that's the first thing that's the first thing that's intiwa and also this intiwa will not happen unless you have mahabba you have love for your teacher and obviously you don't love your teacher because he's smart or because he's intelligent or because he's got a big house or because he dresses smartly you love your teacher for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala you love someone because this person the company of this person reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala if someone is smoking when he's around this person he doesn't smoke if someone is sinful commits something if he's around this person he doesn't do that if someone does something haram of any sort if he's a chatty individual well he can continue being chatty around the shaykh but at that time his chats are good chats that's the difference you sit with so and so with fulan and all the chats are about what is the latest card what is the latest this what is happening happening with the bitcoin but you see this was let's leave the name we don't want to talk about this all the talking is about ulum and this scholar and this scholar and relating this story they said khayrul ikhwan the best of your brothers من زادك منطق the one whose speech increases you like every time they talk something is increased something is increased your knowledge increases من زادك منطق وَحَسَّنَكَ حَالُ and his state makes you better why you see that person in a good state with Allah subhanahu wa ta'ala وَذَكَّرَتْكَ بِاللَّهِ رُؤْيَةُ and seeing that individual reminds you of Allah every time you remember whether in a good way or in a bad way some moreits as soon as I ask them السلام عليكم oh shaykh I forgot to send my أوراد to you that's a good thing that as soon as I say السلام عليكم well that was not my intention to ask how have you been doing things but الحمد لله at least I'm reminding you of our own but another person calls you السلام عليكم السلام عليكم we remember that you owed him 2000 pounds oh now he's going to ask for his money another person as soon as he calls you he wants me to go away on holiday with my family and his family at least that actually tells you a lot about the relationship that the relationship is about what dhikr it's like your Quran teacher calls you and he's going to ask me if I have done my Quran or not that's a good thing you might see it as negative but it's actually positive why because that person you have a sense of commitment and what links you with that individual so this mahabba this mahabba is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala so what should that lead us to what should that lead us to it should lead us to as I said intiwa but intiwa means also that we have to have a state of wakefulness we have to be awake alert I don't like the students to be just haphazard their states their life affairs are disorganized if you are a student of knowledge a lot of people talk about spirituality and they think that spirituality means you just like leave things yes you submit things to Allah subhanahu wa ta'ala because he is in charge of everything right but while you submit everything to Allah subhanahu wa ta'ala your room has to be organized your life has to be organized you have to have why are you laughing but I understand you have to have an organized life an organized mind a lot of people think that people of tasawuf are actually not organized they just haphazard no they have to be super smart how can I like I'm speaking for the one how can I be in charge of the tarbiyah of someone else if I'm not super smart to know their problems before they talk about them صح? then I'm not good for it I should go and do something else keep myself busy with anything else do go and wash the dishes or something but if I want to if you want to educate someone or help someone or develop someone spiritually intellectually you have to be way ahead of them way ahead of them if they are as fast as a plane you have to be as fast as a rocket by the time they come to their place you're already you're already left it how would you tell that this woman is your wife she knows what you want before you talk about it you just look at each other well we say smart minds think alike this is that spiritual connection isn't it like you just have that communication right you have to have that communication so a teacher has to have what has to have that wakefulness has to have that wakefulness that's a teacher to be super wakeful that he knows what other challenges facing his student and how can he get him out of that and try different techniques if this student have a spiritual challenge if he's got a challenge with certain desires he sorts him out if he's got some financial problem he can think with him right so now as a student you have also to be mutanabbi you have to be wakeful how you need to sit down and analyze your problems someone comes and complains yes sheikh I have a problem with time my day just passes without achieving anything okay I don't think there is baraka in my time I say well there is definitely no baraka in your time but let's work on restoring the baraka how let's organize your day let's make create a to-do list do you make a to-do list at work yes they do can you make a to-do list in your spiritual your spiritual to-do list as well this is the only thing I have a to-do list in my spiritual exercises and my reading and everything you have to have a to-do list and you have to have some form of commitment and accountability someone you have to answer to hmm have you done your homework have you done your homework have you done your homework then until you become aware of it when you become aware of it you will not miss it it's like someone who caught a terminal disease and he has to go on a long-term course of medication so every three hours he's got this and every four hours he's got that and every six hours he's got this because of the amount of medication and the different timings he won't be able to keep track right what do they need reminder they need a track they need to keep a schedule at four o'clock I need this medicine an hour after that I need this an hour after that I need this I was recently taking some like some iron deficiency so I was taking some medicine for that and the doctor said just like take it twice a week and that's it for eight weeks or something at the beginning I would forget so I remember at the very end of the week I have to take the two doses in the same day so I said no no I'm going to make it systematic Monday and Thursday khalas Monday and Thursday you know that this is in your schedule eleven o'clock sit and alarm you have to have that also for your spiritual activities Allah subhanahu wa ta'ala made the most important ibadah in our life salah attached to what time what is time in Arabic وقت isn't it it has timing why does it have timing because it happens so frequently that you might lose track of it so you have to observe the movement of the sun isn't it after the sunrise you have such amount of time until the sun is in the meridian once the sun moves from the meridian that's the start of zuhur and it continues until until your shadow is equal to your height plus the shadow at the meridian time we call it qama remember what's the qama what's the what's the height of a person Amir mentioned in our Maliki course what's the height of a person how do you know your height your feet yes your height is how how many 12 no not 12 your height the human height is seven times your own foot and four times your own arm and I mean by arm from elbow to the tip of your fingers remember and how big is your arm 24 of your digits human arm your arm is 24 digits it's six hands because this is not in the hand six hands so it's very very simple what you can do is you can measure your shadow in this way so Allah wants to teach us to observe the universe so that we keep track of everything but when the ibadah is more relaxed Allah makes the timing of it a bit longer so for the fasting it's about observing the moon not observing the sun it's about observing the new chrism because the whole circle of the moon is 29 days it's a long circle but the sun moves faster so you need also to adopt this to have this tanabuh to have this aware wakefulness they said they said let me spend let me spend a little bit of time here inshaAllah after I finish the translation of the sentence that everyone has a feeling that he has a responsibility and that he has a da'wah and that he has a connection with the noor of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam because you have to have connection with the Prophet sallallahu alaihi wa sallam then you have a rabita juz'iya you have a partial connection then you take a share from the Prophet sallallahu alaihi wa sallam alhabib abd al-rahman 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 has a very interesting poem on the meaning of tassawuf and the awliya and salihiyin and stuff like that and he says that the awliya are replication of the ambiyya the awliya are replication of the ambiyya كل الوالي هو حقًا مصدر من الروفة في أيضاً لكي أفعل ذلك الروفة يأتي في مختلفة مختلفة لديك الروفة مثل سليمان كان لديك الروفة ولكن كان لديك لديك الروفة مثل عيسى كان لديك ميسيح زاهد كان صديق لديك مصدرات عيسى لم يملك شيء كان عيسى مختلفة وقفت بخير وقفت بخير يقول يجب أن لا يوجد الكذب يقول كلما قال المترجم الغابة الغابة الذي لا تتعرض نفسنا نحو كل شيء لا تتعرض إلى الأقل ثم يتعرض إلى المكان وهم يتعرض إلى مرة أخرى وهم يرى مرة أخرى يقول لك ما تعتقد أن هذا المكان وعندما يرى كما تنظر وقالوا فالحظي إنهم كما جيد يتعرض إلى المرة أخرى يبقى مع الملادين ثم يتحدث أخير ثم يتحدث أخير ثم يتحدث أخير إنها جداً جداً